أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن الدول العربية تعاني من آفة حوادث المرور لافتا إلى أن خسائر تلك الحوادث في الدول العربية تزيد عن 25 مليار دولار سنويا وبمناسبة أسبوع المرور العالمي والذي يوافق الفترة من 4 إلى 15 مايو من كل عام والذي يأتي تحت الشعار لنحد معا حوادث الطريق من خصص في فقرتنا اليوم من نقاش حول المشكلة المرورية والتي تعد في حد ذاتها مشكلة سلوكية في البداية خلينا نتابع تقرير للزميل صبح عطري والذي يرصد فيها واقع خسائر الحوادث المرورية في الخليج العربي لم تعود الأمراض والآفات تتربع على عرش حصد الأرواح وإنما أصبحت حوادث السير هي ملكة خطف الأرواح تقول الأرقام إن حوادث الطرق هي السبب الثاني للوفيات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بعد أمراض القلب وتبدو المشكلة في السعودية وقطر أكبر من غيرها ففي السعودية على سبيل المثال هناك حوالي ما بين عشرين إلى ثلاثين حالة وفاة بسبب حوادث الطرق لكل مائة ألف نسمة وفي دراسة أعدها عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالجليل السيف عن أهمية دور رجنة الشؤون الأمنية في المجلس في العام الماضي قال إن عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق في دول المجلس يبلغ حوالي تسعة ألاف حالة سنويا في المتوسط وهذا بمعدل مائة وستة وسبعين حالة وفاة يومي بينما يبلغ عدد الإصابات حوالي أربعة وستين ألفا وتتكبد دول الخليج العربي سنويا حوالي تسعة عشر مليار دولار جراء الحوادث المرورية وتقول الكثير من الدراسات إن أهم أسباب ارتفاع مستوى الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي رغم الطرق الحديثة هي ارتفاع مستوى المعيشة والذي سمح بتوسع مساحة الشريحة التي تركب السيارات في المجتمعات الخليجية وبالتالي فقد انخفض سن الشباب الذين يركبون السيارات إلى أدنى مستوى ممكن إضافة إلى أسباب القيادة الرعنة وما يسمى بالطفحيط وأيضا التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة هي من أهم تلك الأسباب هذه بعض الإحصائيات عن نسبة الإصابة في دول الخليج سنويا في سلطنة عمان يبلغ عدد الإصابات 352 إصابة لكل مائة ألف نسمة في السعودية تصل النسبة إلى 135.5 إصابة لكل مائة ألف نسمة بمعدل مقتل شخص وجرح ثمانية كل ساعة في الكويت تقدر الإصابات بحوالي 766 إصابة لكل مائة ألف نسمة أما في الإمارات العربية المتحدة فهي 961 لكل مائة ألف نسمة هذه بعض الأرقام لكن الدراسات الدولية تشير إلى أن معدل الحوادث المرورية ووفياتها مرشح للزيادة بنسبة 20% عام 2020 إهمال البعض وتهورهم يقود إلى الموت والحياة أمانة من الله فلا تلقي بنفسك إلى الهلاك فتترك أسرة مفجوعة ووطنا يفتقد شبابه صبحي عطري لبرنامج جهد شكرا لزميل صبحي عطري هذا التقرير هو مخيف نوعا ما ولكن مخيف لن نتوعى ونعرف قديم موضوع هذا الموضوع خطر على حياتنا وحياة الأجيال القادمة وطبعا نحكي أكثر عن موضوع خسائر وأيضا الحلول لهذه الحوادث المرورية في العالم العربي والخليج العربي تحديدا معنا في الستوديو الأستاذ صالح جعفر رئيس جمعية اليازة في الخليج العربي مرحب فيك أستاذ صالح أهلا وسهلا فيك في البداية تعطينا نبذة عن جمعية اليازة العالمية وهي متخصصة في رصد هذه الأرقام بالحقيقة جمعية اليازة تأسست ببيروت بالجامعة الأمريكية ببيروت بالتسعينات أولي التسعينات بعد وفاة أحد زملائنا فأسسنا جمعية بالحقيقة بترعى وتطور الرعاية المرورية والتوعي المرورية في لبنان بدأنا في لبنان ورجعنا نتألن بالبلدان المجاورة ومؤخرا الحمد لله انتشرنا بدأنا بالانتشار في دول الخليج العربي نعم في التقرير اللي تابعنا تعرفنا على أرقام مخيفة جدا سواء كانت الوفيات وأيضا إصابات في الخليج العربي جراء الحوادث المرورية وتحديدا كلهم شباب يعني شو غير الأسباب اللي سمعناها في التقرير من طرف وتوفر الحال المادية جيدة هي بتخليهم يشتروا كلهم سيارات شو الأسباب اللي هي الخفية وراء حدوث هذه الحوادث بكثرة بالحقيقة هي أهم نقطة وأهم عامل بساعد على تحسين عامل السلام المرورية بأي بلد وخصوصي عنا ببلاد الخليج وبلاد العربية هو نظام تطبيق القانون وهذا العامل جدا مهم إذا كل ما بزيد نسبة تطبيق القانون على الأرض من قبل السلطات المختصة ومن قبل القانون ومن قبل الشرطة ومن قبل الجميع إجبار الناس بساعة تبدأ تلتزم بالقانون وبكل ما بقل نسب تطبيق القانون كل ما بتقل تكتر الحوادث وأكيد نحن مؤخرا بالحقيقة شهدنا بالبلاد الخليج وعدد من البلاد العربية قوانين جديدة وعصرية بتساعد بهالشي مثلا عندك نظام الأنظمة في دولة الإمارات مثلا من العربية أنظمة الرادار بالسعودية مثلا نظام ساهر الذي تم تطبيقه فقط السن الماضي مثلا والنتائج جدا باهرة حوالي 25% من 17% إلى 25% انخفاض بعدد الموتى لأول مرة في المملكة العربية السعودية بسوريا مثلا كمان شفنا انخفاض بحوالي 20% خلال السنتين الأخيراتين بسبب نظام القانون الجديد الشامل للسلام المروري وتطبيقه من قبل الرادارات الضبط الإلكتروني تشدد الشرطة بهالموضوع يعني قوانين من أعلى المستويات بتطبيق القانون وبرعاية والاهتمام بهالموضوع يعني هذا عن طريق عقوبات بتفرط على المسائقين المتهورين ولكن بالنسبة للواعي وعي الشباب حتى ما يصلوا لمرحل أنه يحصلوا على مخالفة مرورية عن طريق الرادار أو عن طريق شرطة بالحقيقة نحن بليازة علنا أنشطة بالحقيقة واسعة النطاق أهم شيء الحملات الأعلامية والتوعية اللي عم نقوم فيها مثل استضافتكم نحكي شوي عن سبل وضرورة يعني فداحة الخسائر اللي عم بتصير فيها أنه واحد ممكن تصيب أي عائلة أو أي شخص منها مهما كانت منصوبة أو مهما كانت واقعة الخطر مش 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 شخص نفسه كمان من الأشخاص اللي حاولها نعم نعم بقى جدا نحن الحملات التوعية كمان الحملات بالنسبة للمدارس والجامعة جدا مهمة لأن دراسات أثبتت بأنه الأشخاص اللي مثلا معبدوا بين السبعة لخمسة عشر السنة لما تعطيهم يعني يكون النشأ طالع بالفكر بأن السلام الموري جدا مهم حتى كمان ممكن يشبر الأهل بأنه يعلمهم بأنه يا بابا حط الحزام وهي شيء بدأنا نلاحظه بعدد من الدول العربية بالحقيقة أداء بتركزوا على فئة الشاب اللي هي فعلا معنية وأكتر فئة متضررة في الخليج العربي لو نحكي تحديدا من هذه الحوادث بالحقيقة بتعرف يعني أكتر من خمسين بالمية من الآي سي يو من غرف العناية المركزة بالمستشفيات هي من ناتجة عن إصابات بالحوادث المرورية في كافة دول الخليج العربي وأكتر من خمسة وسبعين بالمية من الحوادث اللي عم بتصير هي من الشباب لأن الشباب لسا بكون ما فيها التوعية الجديدة بس الحمد لله بسبب الجهود اللي عم نقوم فيها نحنا وعم نقوم فيها كمان كتير من المجتمع المدني بدأنا نلاحظ وعي بمشكلة الحوادث المرورية اللي هي طبعا أهم عامل أو أهم من أهم عاملين لأسباب الوفاة في منطقة الخليج وتعرف يعني أنه نحنا ببلادنا العربية هي أعلى بلاد بالعالم على الإطلاق نسب الحوادث بالمشكلة جدا خطيرة لأن ما كان بدأت التوعية كان جينا التوعية إجتد شوي للمناطق عنا في العالم العربي شوي متأخرة عن البلاد التانية شو لبت أي دولة بتتصدر لو نحكي على الوطن العربي الترتيب؟ الأحصاءات ما فيه أحصاءات دقيقة جدا بالعدد المعين بس بقدر يبقى لك مثلا أهم للأسف من أقطر بلاد العالم بالنسبة للعالم العربي كمان والعالم بالنسبة للحوادث المملكة العربية السعودية الكويت كمان عنا مصر جمهورية مصر العربية لبنان وكمان الإمارات المشكلة السعودية المدرية أكثر من 75% هون من الشباب وبالنسبة للدراجات النارية هل هناك أيضا بتشمل يعني هاي الإحصاءات بتشمل الدراجات النارية أم عدد قليل جدا بتعرف بالحقيقة بدول الخليج العربي موضوع الدراجات النارية منه هو أولوية بسبب قلة استعمال الدراجات النارية بس دول الخليج في عنا الدبابات اللي هنا الأربعة بالصحر هذي جدا موضوع خطير مثلا بليوة بشيء بهون بالإمارات كمان ببلاد بالمنملكة العربية السعودية بعد من الدول جدا هذي خصوصي بتزيد بالمراحل العطلات وبالناحية الصيح بدأنا نحن بالحملات بالحقيقة كان عنا تجربة بالصيف في الماضي بحملات توعية بالنسبة للدبابات هذول منحطهم منقول عليهم المطر الأربعة إطارات في منطقة ليوة وعدد كمان من المناطق اللي بيرتدوا الشباب وإن شاء الله يعني كمان نحن نوين عنا مشاريع لهالسنة بالذات كمان حول استهداف الشباب اللي بروح لهذه المناطق بمراحل معينة إنه أوكي بتكون تروحوا وتمارسوا هال بس فيه أطر واخدوا يعني كون عد كون شوية في حدود وفيه قوانين وقوانين فيه معرفة بهالموضوع قبل ما تطلعوا على اسمح لاشتصال خلينا ننتقل نتابع تقرير من لبنان